طيب لما ننظر في الحالة المتواترة من شأن النبي صلى الله عليه وسلم نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم في شأن تشريعات قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مغيبات ماضية حاضرة في الزمان مستقبلية فالحين نقول الحين يعني من وين يتسرب الحين الطعن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتكلم في شأن التشريع هل كان يتكلم في شأن يجوز له أن يتكلم فيه أم لا يجزلها وأن يتكلم فيه يعني وهذا جزء من قبح هذه الإشكالية أن هذه الدعوة لما تقول في القرآن الكفاية هل النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل فيه هذه الإشكالية وهذه الدعوة أم لا يعني بمعنى الذي يدعي هذا الإطلاق وهذه الإشكالية لما تورد عليه حديثة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد عدم مصدرية حديث النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع الآن لو وجد هو في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بشكل مباشر ألا يلذمه أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في القرآن كفاية حسبنا كتاب الله يا رسول الله والعياذ بالله أنت إنما جعلت نبيا ورسولا لتبليغ رسالة الله عز وجل اللي هي القرآن الكريم فلماذا تتكلم يا رسول الله فيما هو خارج عن دائرة اختصاصك نحن مدركين هذا بالضرور